كوم الهيدي شيكر مقابلات بيش تلعب على ثلاثة دفعات لحد اثناش فيفري لربعة خمستاش فيفري ومسك الخيتين بيش يكون النهار لخميس ستاش فيفري ماضي ساعة ونص ممتع النهار هيتنا بديو بمباراة تتهم ممثل وحيد لجهة القيروان كما احكينا في وقت سابق بعد انسحاب الشبيبة رياضية القيروانية من الدورة التمهيدة الرابعة امام الملعب الاسفاقسي في رق جهة القيروان تبقى ممثلة فقط بالبعث الرياضي بيبو حاجلة اللي بش يتحول لمواجهة غزيل لبقالتا في نفس هذا المنبر سي شكري بلك حال كانوا حاضرين ممثلين على الهيئة المديرة البعث الرياضي بيبو حاجلة رئيس النادي اللاعب حمزة الله سلامي المدرب وكلهم اكدوا انه الفريق بش يكون يعني ما تماش خيار غير العودة بورقة الترشح مع احترامنا لغزيل لبقالتا اكيد وصوله للدور هذا اكد انه فريق يفرض كل الاحترام لكن بعث بو حاجلة اكيد يزموا يحضر كل السيناريوات لتفادي اي مفاشئات واقتلاع ورقة الترشح في مقابلته امام غزيل لبقالتا خاصة سيدو انه اليوم انها وصلت الكار متاع الخاصة متاع بعث بو حاجلة اللي تحدثنا عليها اللي تحدثنا عليها لانيا ومعناها اجراءات ديوانية ومعناها اجراءات معناها الادارية متاع الكار هذية نحن نباركو احنا البعث بو حاجلة على المكسب هذية حافلة خاصة بالفريق وهي مش انشأنها باش تحللهم بارشة مشكل متاع تنقل ويمكن غدوة تكون اول معناها تنقل يعني البعث بو حاجلة في حافلته الخاصة وهو معناها ياخذ الحمل متاع جهة القروان لانه ممثل الوحيد متاع جهة القروان قدام فريق من الرابطة الجهوية متاع المونستير فريق ماهوش سهل معنا يزم ياخذ المقابلة بكل جدية فريق اللي ازاح جمعية اريانا يعني في الدور سابق ماهوش فريق مش يكون لقمة سيغة هذيك عليش يزم تعامل مع المقابلة ديه بكل جدية ولازم معناها الفاتحة تخير تكون معناها الحافلة هذية كي يجيبوا انتصار من برة لانه تنتظرهم مقابلة في الاسبوع الجاي قدام نجم الفحص خارج منعبهم معناها يزم يأكدوا انتصارهم متاع المقابلة الاخيرة ضد نادي الروحية اه نقول بعض بو حاجلة عنده الامكانية الكل من لعبين اصحاب خبرة من لعبين فنيا ممتازين ايطار فني ممتاز يعني وقدير صابر الشريف ادارة معناها واقفة حتى معناها حتى كنا نخرج شوية فما تم تأسيس ويدادية متاع رؤساء الجمعيات الرابة رابط الهوات رابط الهوات مستوى اول مستوى الثاني وقدر رئيس بعض بو حاجلة ليخذها معناها سيخ مايس الحمزيهوي كاخذها رئيس الويدادية هدية اه تقريب في ظل معناها الاخبار السعيدة لقاعدة معناها في بو حاجلة ان شاء الله يتموها اولا يتابعوا فينا على صفحة رسمية الصورة متاع الحافلة مشكور زمينة محمد صيف الدين بو العرس حافلة جميلة برشا وممتازة ممتازة ومزيانة برشا ان شاء الله تكون طالعة خير على الفريق ولماذا لا نشوفوه في رابطة محترفة ثانية وإلا أولى على كل حال مواصلين مشوارنا في توب سبور حتى الثمانية متعلين نرفع لحضاراتكم أذان صلاة العيشية حسب التوقيت المحلي لمدينة القيروان ومجاورها ومبعد مواصلين اشتركوا في القناة شكرا 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 في الصدارة ومنسوب الثقة يعني في الإطار الفني وشفنا حتى البوليميكي صارت كبيرة برشة على المحامد دمكاشر وعلى اللاعبين والانتدابات وخاصة شفنا حتى معناها المنتدب الجديد حمسة جلاسي والخطأ الكبير برشة اللي قام به في الهدف الأول هذاك. عليش؟ يعني تقريب بالنجمير هذه السياحة اللي بعد على الكونتاكت مع الجمود خل فيتا ربس عاطي قيمة للمقابلة متاع الكاسة دية مستقبل سليمان جاي من بن جردان بنتيجة إيجابية يعني اثنين اثنين قدام تحاد بن جردان يعني فريق جاهز فريق يعافي سيفر بدوروا نحى الصدارة للتحاد بن جردان مستقبل سليمان نحى الصدارة للتحاد بن جردان عليش نقول مقابلة هامة وهمة جدا عليش نجمير هذه السياحة تخل فيتا ربس من أجل يعني تحذير جيد للمقابلة بتاع الكاسة دية يعطيك الصحة شكري فقط نكملوا بخبر متداول ونسقوه بكل احتراز متعلق بمستقبل الرجيش والامبيكسي ديبوزيد وغياب فريق النخبة ثلاثة مقابلات مما ربما يفتح باب التأويل باعتبار قوانين الجامعة تأكد انه كل فريق يعمل تروفر فيه يتغيب على ثلاثة مقابلات فانه الفريق الاول يتم انزاله اقل درجة هذا حسب الفصل القانوني اللي يحكيوا عليها يعني يرجع الرابط الجهوية وهذه قضية اللي المتابعة على حقيقة ممكن نجمو نتابع اتوار تقاضي خاصة بأولابيكسي ديبوزيد خاصة انه بيزيد حتى اللي تواهم ما اعطاشي شنوها سبب متاع غياب فريق النخبة بتاعه عن مقابلته في المتلوي وهذا يعني كما قلنا قضية للمتابعة مع العلم سيد الشبيب تقارن عنده مقابلة ودي نهار لحد مع سبورتينج في ملعب الشبيك في ملعب الشبيكة احتضن مباراة الكأس النهار لحد بين هلال الشابة والنادي رياضي لحمام الأنف هذا بالنسبة لكل معانا اليوم في توب سبور مشكورين زملائنا الكل أحمد المخلوف في محمد سيف الدين بول عرس كيف كيف مدام سوسن في تنسيق المكالمة الهاتفية محللنا الفاني سي شكري باللك حليعتيك الصحة شكرا على الإضافة قدمتها في كل الحساس الرياضية سيد ترابلسي المقدم الميكرو وقلكم متابعة طيبة لبقية برامج الحياة الفين باي باي في لابن